الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله ودائما طريقة الإنسان الذي يريد أن يعرف الحق واضحة والمتحدث المقدم البرنامج قال لك لديه سؤال يكتب في ورقة تكتب في ورقة أي سؤال عندك نجاوبه لك أي سؤال في رأسك ده متعلق بالدين ده أكتبه في ورقة ما أفتكر تكتب ما اللي ذول بيكتب يكتب لك نجاوب لك أما لو دائر مناظرة أو دائر مناقشة هذا موضوع تاني فأهل السنة والجماعة لهم معتقد في عخيرة عخيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم تكلم أن في آخر الزمان كما روى الإمام أحمد في المسند من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال افترقت اليهود على واحد وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم يقول أن هذه الأمة ستفترق إلى طرق كثيرة فسأل أصحابه عن الحق وهذا إن دل إنما يدل على همة الصحابة في معرفة الحق ودائما أصحاب الصلاح الزور الصالح لا يرى نفسه صالحا الزور على الحق أو على الصلاح ما بقول أنا صالح زي ما بتسمع الليلة فسألوا قالوا ما هي رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ما عليه أنا وصحابتي أي ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العقيدة ومن الأخلاق ومن المعاملات ومن جميع ما يتعلق بالشريعة أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه دا المنهج الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بعدما أخبر أن آخر الزمان يأتي أصحاب دجل وأصحاب شعوزة وأصحاب غلط ولخبة في الدين يهرفون بما لا يعرفون قال قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخاين ويخون فيها الأمين قال وينطق الرويبضة قالوا ومروا ويبدطوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرجل الفاسق أو الرجل التافه زول تافه يتكلم في الدين ليس له علاقة بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وليس له علاقة بمنهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا فذلك كتار شأن كده سواب ضلال المسلمين إنهم يتبعون أئمة الضلال من أصحاب الدجل والشعوزة والخرافات والبدع يتبعوا ذلك ويظن أن هؤلاء هم أصحاب الصدق بل هم أصحاب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون على الله يقول لك شيخنا بيتكلم مع الله يقول لك خطبني قلبي عن ربي شيخنا بيذكر الله كثير يقول لك قال فيذكر الله ثم يذكر الله حتى يصير عبدا ربانيا يقول للشيك فيكون ويستدل كذلك يقول لك قابلني سيد الوجود يغزة لا منامن خلي بالك كويس ده الموضوع ده يقول لك يغزة أي جذب يقول لك لأجيات الرسول يغزة لك الزب كائنا من كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أي أن الشيطان لم يُعطى المقدرة على التشكل بخلقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه أصحاب السير قال وكان صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري على جبينه صلى الله عليه وسلم كان عريض ما بين المنكبين عريض ما بين المنكبين أبيض اللون أزهر وكان قال وكأن عكن بطنه سبايك الذهب وكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة واصفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان كلامه كالعقد المنظوم إذا عده العاد أحصاه كلام زلل تعسب بأصاب عينك كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا قال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى النبي عليه الصلاة والسلام كلام وحي يقول لك الرسول يقول لك شخنا في المغرب كان ماش في الخلاء ولقى الرسول يغزتا كذب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رعاني في المنام فقد رعاني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي الشيطان ممكن يجيك في صورة زول تاني في النوم يقول لك أنا الرسول لكن شكل ما بيقدر يشكل بنفس شكل منه النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده الزول ما عنده معرفة بالدين ممكن يجيه الشيطان يغشه لأنه جاهل مبتدع زول ضال ممكن يجيه الرسول في النوم يقول له جاني سيد الوجود قال وعطاني سلاة الفاتح وهي تعدل القرآن تعدل القرآن كلام الله تعدل كلام الله ستة ألف مرة كلام الله في حيقة بتعدله كلام الله لا يعدله شيء لأنه كلام كلام أفصحي كلام فصح لو اجتمع جميع الخلق الجن والإنس على قلب رجل واحد على أن ياتوا بآية واحدة يألف آية واحدة مثل كلام الله عز وجل لن يستطيعوا أن يؤلفوا كلاما مثل كلام الله الذي يزجد له العقل في محراب البيان كلام فص ليس بالهز زول يقول لك صلاة الفاتح بتعدل القرآن ستة ألف مرة والذي لا إله غيره هذا الكلام كفر كلام ده كفر بالله تقول صلاة الفاتح لقيته وين يقول لك شيخنا لاقى الرسول يغزة دي الكذب هنا ذاته لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيجي في النوم ما بيجي في اليغزة بيجي في النوم ما بيجي في اليغزة وإذا جاءك في النوم صلى الله عليه وسلم ما بجيب ليك تشريع جديد يعني ما بجيب ليك صلاة الفاتح عندك الصلاة الإبراهيمية الف تشهد الأخير في الصلاة الصلاة الإبراهيمية كلكم بتعرفوها دي الصلاة جات في السنة إذا ذكرت الله بهذه الصلاة أنت تؤجر أما لو قدت صلاة الفاتح لما أغلق بتمش جهنم طوالي لأن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ودي من البدع كما جاء في حريث عائشة من أحدث في أمرنا هذا أي في شريعتنا هذه ما ليس منه فهو شروط فهو رد مردود ما مقبول لأنه من شروط قبول العمل عند الله عز وجل أن يكون العمل فيه إخلاص وأن يكون العمل فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي على السنة عملا شنو صالحا أي على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدها ده التوحيد التوحيد قال ما ده يرنه ناس أبوك الشيخ ناس الفقيه الفقيه شغال يكتب لك في الحجبات لين ونهار زل عمل ليه طريقة كلها طريقة كاملة قايمة على النوم رؤية منامية الرسول جانا في النوم قال لينا طيب أنا زاد الرسول في النوم جاني يقول لك لا ما جاك دولهاب ما قاعد يكتب حجبات ولا قاعد يعمل ميحايات في انتا زول بيعلم الناس الكتاب والسنة بيقول الناس أسأل والله عشان كده أبوك الشيخ العلمت وخلت تكره محمد دولهاب لأن محمد دولهاب يقول لك ما تنادي الشيخ وما تمشي لكتاع الحجبات قال ما عنده شغل يخده الزولة الشغال يكتب في الحجبات للنسوان الجماعة يمشوا الشغل بيجاي يكتب الحجبات والميحايات دا قال هو شعوزة عريبتك كيف دي المشكلة هنا عشان كده يقول لك طريقة كاملة يقول لك جاني سيجد الوجود في النوم طيب أنا زاد جاني الرسول في النوم وقال لي أبوك الشيخ دا كذب دي تحلها كيف أمش للزورة جاكم قبل فترة داك أمش لو قول لك جماعة دا الزاد والرسول قال جاون في النوم وقال لتا كذب حيقول لك لا ما جاون الرسول ما جاون عرفتوا كيف ما جانا كنت نايم معاي في السرير إنتا كنت قاعد معاي جوال حلم بتاعي عرفتوا ما جا كيف جا فديش أغلط تحت مغلطة ساكت يعني ما ممكن زالي غير لنا الإسلام كامل إسلام النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة بيجاهد عن الإسلام دا يجي واحد ينوم ويصحى يدمر الإسلام كله أصبح ما ممكن زالي ينوم ويصحى جاني الرسول قال لي صلاة الفاتح تعد للقرآن ستة ألف مرة كوين الكلام دا يا أخي كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث السنة النبوية ما بتعد للقرآن السنة ما بتعد للقرآن حصل اليوم شبت لك زول بيصلي بحديث الصلاة تقوم بالقرآن كلام الله عز وجل عشان كي لا يبجوك تجعل واعصر على الصبح شاء الله سبح وقاعد ما لك صلاة الفاتحة لما أغلب شغال يازال قوم أقرأ لك غرآن أزال الله أرفع الدرق لها الله يقول لك لا أقرأ التفسير يقول لك لا التفسير ده بجني نزول ما تقرأ تفسير شفت اللي عب كيف ما تقرأ تفسير كيف يعني لأن دارك تكون تابع له دارك تكون شنو تكون تابع له ولا أحجبه وتمائم دي من الشرك بالله عز وجل شاء كده لما نسئل صديق هذه الأمة أهو بكر الصديق رد الله عنه أهو بكر الصديق ولي ولا ما ولي أهو بكر الصديق ولي ولا ما ولي والله تقول ده ما ولي تكفر طوال كافر رأس ده تقول أهو بكر الصديق ما ولي كافر من هنا لي وين جرة للخرطوم أريد تكاف سألوه عن الاستقامة سألوه عن الاستقامة شنو في الدين قال الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا دي الاستقامة ريب تكاف ديها الاستقامة ولي بل بس حجبات هذا وقع في الشركة الأكبر لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك. ومن تعلق تميمة فلا تم الله له. ولا ما كده. الناس كتار في جماعة قد ضربوا الخرطوم. تعرفون? ناس خليل. ضربوا الخرطوم الجد كلها ملانا شنوه? الجماعة لين حجبات? دي حجاب عقرب. ودي حجاب بتاع بخانة. ودي حجاب والله سكين ما تاكلك. اي زور اندو حجاب سكين ما بتاكلو? بس ارجاني بعد المحاضرة. ارجاني بقينة. انا وشي بتاكلك ولا ما تاكلك? عمي جيب الكتابة لك ذاته. والله اتحداك السنة. الكتابة لك ذاته جيب. والله تاكلو. بس اكتب ليه بعد المشي البوليس هناك. اكتب ليه تعهد. عشان اطانك جيب اكتع لك هناك ادام النازل. دا دا قلو شاعة رساكت. يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة احد. كتلوا عمه. حمزة اسد الله. دا سيد شهداء الجنة. حمزة رضي الله عنه. سيد شهداء الجنة عم النبي عليه الصلاة والسلام. اتا عارف حمزة الاسلام كيف? حمزة كان في الخلة. سموه حمزة لانه كان بيستاد الوسود. كان شنو? كان بيستاد الوسود في الخلة. جوا حد قال له ابو جهل ضرب والدخوك. من محل ذاك جمين هناك ضرب ابو جهل كفلة مرة ما هو تاهد. قال لا اتضرب ابن اخي وانا على دينه. حماغة سيدة خل الدين دا. هرب تاكيف? اتضرب ابن اخي وانا على دينه. ضربوا. حمزة اسد الله. كان بيعلق علامة هنا. علق علامة معين معروف العلامة ديك. حمزة. يعني الدائرني جيني. الدائرني شنو? يا جيني. مو زي شيخك الجبان اللي بيكتب لك حجبات. الخايف من الجبخانة والزخيرة. هرب تاكيف? دا فيه اجيبهم ذاته. لانه في النهاية البيحيي اكملو. واحد كرة ديما واحد بليد. قال له الله اكتب لك حجاب ما تموت. اكتب لك حجاب. ما تموت الا ازا الله كتب لك تموت. شبتا كيف? والله يقول لك تب لك حجاب. ما تموت الا ازا الله كتب لك تموت. شان تعرف الكذب. وده شغل بتاديلو شعب ولا ساكن. في ناس كتار كانوا مع جماعة قديل. ناس طريقة لهم البندي بندي. السكة فيها بزرندي. انا بوريق ابزرندي دي ليلة هنا كيف. ابزرندي انا شيطان. شوف اي حجاب? السكين ما بتاكلك والعكاز ما بيهبشت. والجبخارة ما بتهبشت. تأكد الشيء. الحجاب ده فيه شيطان جوه. لما تقرى قرآن تقرى اية الكرسي. واية الكرسي دي اعظم اية في القرآن. اعظم اية شنو? اعظم اية في القرآن. اية شنو? اية الكرسي. اعظم اية. اذا قريت اية الكرسي. وقريت سورة الفاتحة. وقريت اخر البقرة. وقريت تقول هو الله واحد. وقريت تقول اعوذ برب الفلق. او عزنت العزان الواحد ده. عزنت العزان? بعد ما سافى بعد ما تقرب زمن. الشيطان اللي جاءت في الحجاب ده بتخارك. لانه الشيطان والقرآن ما بتلمه. بتخارك. بعد ده سكين بتاكل لك اكل. انت لابن تعري بعدك كلام ده. زي ما واحد كانوا مبتاري في سوق ليبيا. في ملاك في مدرمان. النسوان ملمومات. جاء واحد قال له والله انا التزول خطير قال له. قال لها قايف. قال له حجاب ده غران. طبعا ما بغشك. ابن ازلها ليك. ليه من الليلة? يقول شو يجي واحد يبيع لي حجاب بمليون جنيه. المليون جنيه لك اما شاشتر لوني عاج رباين كان اخير ليه. شار لك امن عادة وكو مع عتود كان احسن لمن حجابه كويس. الغرماية. مع اللي قال له حجاب. ايه ترى ما كنت في بطنون مكجوة. كان ما لبسينك حجاب. ايه ترى في بطنون مكجوة. ما لبسينك حجاب. الكان حافظك منه. الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو اجتمع الانس والجن. على قلب رجل واحد على ان ينفعوك بشيء. لن ينفعوك الا بشيء ان قد كتب الله شنو. لك. ولو اجتمع الانس والجن على ينضروك بشيء. لن ينضروك الا بشيء ان قد كتب الله وشنو? عليك. رفعة الاغلام وجفة شنو? الصحف. الله كان كتب لك حاجة بتجيك. لو اجتمع جميعهم بالتارة. وجميع الفقهة بتاعنا الحجبات. وجميع الدراويش والمرضاني والمشركين. عشان يعملوا لك سحر ويكتبوا لك. ولا يعملوا لك عروك. ربنا كما كتب لك ما ما بتجيك حاجة. ما اتخاف. اصلا ما اتخاف. وشيخ اقدله بيعمل حاجة. قل له في وهاب كبير قاعد هنا. اكتب واسي خلي اسكت. اصلا عمش ليه. عمش ليه. قل له في جماعة جوه هنا. وتعاني بيجو. وتعاني بيجو. لما انتشرت من الحل دي. قويس? ده قاله شعو ضيق. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفعل ذلك. اذا كان حمزة رضي الله عنه ضربوه في قوهد. ضربوا وحشي. كتلوا. وده من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ضرب وكسرت اسنانه. ودخلت الخوثة في وجه صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله. ضربوه. ده النزل على القرآن الزات. عشان ما يقولش يقولك ده قرآن. ما في قرآن بسبب كلام ذلك يا جماعة. القرآن ربنا ما نزلوا عشان يشتغلين الكتابات. الغرامة يا وعشان الكتابات. والجماعة ده الحجبات دي جوة بيقطعوا الآيات. تعرفتك كيف? بيقطعوا الآيات. يقول لك بزينتني الكو. انا اعطيناك الكو. ما قطع كده. او يكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم بالقلبة. اش الرحمن الرحمن الله بيسم. تقى شغالين كده. بيقلبة لك. فالموضو ده اخوان داري حبة تعال شنو. زول يعرف عندو عندو حبة معرفة شنو بالشريعة. قبل كده كان في واحد جي في شندي هناك. شندي. جوا واحد والجماعة جابوا لي عن اقريب والسرائر وفتحول الديوان. الشيخ ابوك الشيخ الفقي ابوك الشيخ الفقي. الجماعة جو. في واحد زول عندو فهم. شغل مخو شوية. قال لا انا شغال في الكهرباء. شغال في الادارة بوصل الكهرباء. داري ليه حجاب? الكهرباء ما تضربني. امسك السيلي كده بجينا يا حاجة. قال لا باكتبو لك. تب الحيل باكتبو. قال لا اكتبو. قال بعد ما كتب الحجاب قال لا داري اجربو فيك اتا. قال لا قاف. قال لا�� جربو فيك مش قده عجاب كهرباء ما بجربو فيك. جيب الواصل والسيلي يا ولد. عجب ما يعمل الواصل والسيلي. صحابك داري قوم جاري. قال لا والله. انت ضوار كذاب. تقعد في محل ديانا لكي فيك سكين في راسك ده. قوم الحلق. زولك مين ديك ليه وان ديلا تاني ما جاء. كان تعرفك هزاب كيف? حجاب كاربة بتاع شوني ازول. كان تعرف ازولك هزاب كيف? حجاب بتاع كاربة وحجاب بتاع سلاء. تأكد شوف اي زول لابس حجاب صلاته باطلة. ما عنده حاجة. ده مش رك. يا صلي ويصوم ورمضان جاي. ما تمشي تحضره كبكبه والترمز ولا بريه. قبل العصيدة عندك العقيدة في اللولة. العقيدة. التوحيد. التوحيد. ده في اللولة. فده من منه يا لسنة والجماعة? انك تتعلق بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل هو مساواة غير الله. بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. شاكره بكر صديق قال الاستقامة هي ان لا تشرك بالله شيئا. سواء كان ملكا او كان نبيا او كان صالحا. ده لابو التعريفة. الامر الثاني. الجماعة ديل ناسبوك الشيخ. دخلوا لك الضلالات بدخلها لك في المديح. بيجوك جماعة وقول لك الجماعة ديل ما بحب الرسول. لا ما بحب الرسول. لانه بدور المديح. لا لا بندور المديح. لكن مديح بوغ الشيخ ده غلط كله. مديح بوغ الشيخ ده غلط. لانه فيه شنوه? فيه موسيغة. وفيه شرك. وفيه تجل وفيه شعوزة. المدينة كان اسمحه كويس. عنده قصيرة يقول لك يا بقبة اللبانية عمل لي حجاب من راسي لا كرعية. ده بقبة اللبانية. قصيرة تانية يقول لك مصر المؤمنة بيه اهل الله. هيتك يا جماعة مشغلينها نغمة. وما فاهم يا حاجة. قال مصر ما امننا الناس الميتين. ناس شعوانتيه والسيدة نفيستيه. دي قالوا ما اسكين مصر. تغلت بالك معي. دي قالوا ما اسكين مصر. وطيب مصر ما جاءتها اليوم الليلة. عمل فيه انقلابات وضرب وتفجيرات وكلام فارق. الجماعة ناس داعش وانحنا ما ناس داعش خلت بالك معي. ناس داعش ديل ما يغشك ابوك الشيخ الدجال. تعال الحجبات ما يغشك. يقول لك ديل ناس داعش. لا لا ما ناس داعش انحنا. نحنا كتاب وسنة. وما تابعين لا اي جماعة. كتاب وسنة بس. مما حالك تعرف والدين وتمشي. ناس داعش ديل ما بتفاهمه معك. تفهم ده كلامي. ناس داعش ديل نزام زغيرة بس. طبيح وكتل وزغيرة. ما بيجي بمسيك لوك ما يقول لك الله قابل الرسول قال. ما بيقول لك كلام زي ده. ديل طوالي. ارنانيه. فلان تهل. ارنانيه. ديل شغالين كده. ارنانيه عارب معناه شنو? ارنانيه عن الكفار يعني. ديل عنده ما يجيزه الماشهورات ادا كافر. إلا تكون معهم. ده الناس داعش. ديل نزام هنكتل وطبيح بس. ما بتفاهم معك نهاية. اما البناء اخسر قبيل لك. ده ضد ربيك الخير. وكلام اللي بنقوله ده لدارنا شاكل زون. لدارنا درب زون. لدارناك في اللينا زون. دارنا يجي نوري الناس الحق. الكتابة السنة. على فام اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. على فام النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت لك. وده من اخطر الاشياء. انه القصائد المديحدة عشان كينا. ان جارية كما جاء في كتب الصحاح. صحيح مسلم. ان جارية كانت تمدح النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام نايم. والجارية كانت بتقول الله في قصيدة. القصيدة دي فيها بيتشعر مخالف للكتاب والسنة. قالت وفينا رسول يعلم ما في غدي. قالت رسولنا مش داد ما رسولنا دي تمام? افضل الناس لغاية ما بيعلم الغيب. قالت رسولنا شنو? بيعلم الغيب. طعم ما في ذال بيعلم الغيب. لا محمد بن عبد الله ولا جبريل ولا الجن ولا الصالحين. ذال بيعلم الغيب ما في. الله براو. ربنا قال قل لا يعلموا من في السماوات والارض الغيبة. الا الله. وما يشعرون ايانا ايانا يبعثون. النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن ربنا قال شنو? قل لا املك لنفسي. دي اذا كلام الله. انت مش قلت حافظ القرآن? ابوك الشيخ مش حافظ القرآن? الايدي ابنه من وين? الايدي هلوفه محمد رهب? الايدي حقت وهبيا? قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. ولو كنت اعلم الغيب شنو? لستكسرت من الخير امام السان يسوء. العلماء قالوا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فان بابقوا لمن هم دونه شنو? لا يعلمون الغيب. فالجاري قالت وفينا رسول يعلم ما في غدي. النبي عليه الصلاة والسلام والقفاء. قال لا لا يعلم الغيب الا الله. وقولي مثل ما كنتي تقولين. الكلام اللوت لك الله كله كلام جميل. اما البيعلم الغيب الله براوه. براوه الله. البيعلم الغيب. العلماء اخدوا فايدة من الكلام ده. انك دار تمدح النبي عليه الصلاة والسلام ده جايز في الشريعة. يعني حلال. تألف قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. اما تجيب لك قصيدة. تدخل لي فيها اولاد مين ما عارف. والصحوة. والفرق ده كلام باطل. لانه المسيغة حرام. المسيغة حرام. الان انت مش تركب الباصطات السفرية. يجب لك بنات متبرجات بمسيغة يقول لك يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا ده من الاستهزاء. وده من الاساء الى الاسلام. والاساء الى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي لكل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي يستمع الى مثل هولا. قصيد فاشرك. بي الله. قوماك نزاور للأولياء العطاب ليهم نشاور. منهم خف الحال. منهم مجاهر. منهم عليهم بالغاب باطن وظاهر. ده قال بعلم الغاب باطن وظاهر. وما عارف قوم يا اخي ناديهم لي رجال. الله اللي بيزيله البي. قال ده البيزيله البيه وقال. كلام ده باطل اخوانا. وشرك بالله عز وجل. وظاهر اللي بيشرك بالله. بيعلق الحجبات. ولا بيمشي للوداعية. هل بترمي الودع. تقول لكم عندكم ودخوك طويل. واخدار. شوف تدي كذاب. ده من الكذب. ده من الكذب. ودقر والكهانة. دي دي لو ما شايت لها. دي. دي لو ما شايت لها. انت اشركت بالله عز وجل. اعتقدت في الكلام ده اشركت بالله. دي ما كهانة. دي اسيبها شنو. اسيبها الكهانة. كويس? البيمشي لله بتاع الرملة. البي اكتمل الرملة. وما يخش يقول لك ده بتاع الرملة. وعندنا عريق بتاع باندا. يا باندا ولا هناي. باندا بتاع شون? عندنا عدة عريق باندا وعريق جريد. ماذا كلام زي رازل. وعريق بنطط براو بيمشي في الضل. يخضع هوا ساكن. الناب عليه الصلاة والسلام بيعرف كلام زي لا. ما بكلام زي في الدين. ده شغل كله بتاع دقل وشعوزة. يقول لكم سيبها منو وابوك اسمه منو. حدا كله شغل بتاع شنو? دقل وشعوزة. اريد تفكر مع جماعة? فتبمشي للناس ديل باقتصار. تبمشي للجماعة ديل? ده ما عنده حاجة. في الاسلام. ليس لو حظ ولا صوم ولا تاعب نفسك ساكن. ما تعطيش تاعي في الشمي دي. معلق حجبات او اتاعب نفسك. او كل ساكن. اضرب ليك من الصباح. اضرب ليك طوالي. لبن كورة بتاعات. لبن وابقى مارك. ما عندك علاقة بالدينة. تلبس ليك حجبات وكلام فارغ. فعل الناس يرجعوا للكتاب والسنة. والناس دي تقالب يغيزهم شنو? الجماعة ده الغيزم شنو? يقول لك في جماعة جاين هنا. وده وهابي. وده خامسي. لا ما في خامسي. لا في خامسي ولا في سادسي. يقول لك ده الخامسية. خامسية على شنوية تقاي? يعني خالفوا الامة الاربعة. التقال السعوديين شغالة بشنو? السعوديين شغالة بمذهب الامام احمد ابن حنبل. في الدولة عديل. الراجح في مذهب الامام احمد ابن حنبل. هرا يكشوني. وده امام اهل السنة. خامسية من مين? جيب لي مسألة واحدة امش لابوك الشيخ. قلنا جيب مسألة واحدة خالفوا فيها الجماعة ديل على ايمة الاربعة. جيب لي مسألة واحدة. وانا اوريك انت مش خامسي. انت خامس. ابوك الشيخ. اجاكم قل فترة هنا ده. اسم احمد مين ده? ده. لا لامي في خامسية. لا لامي في سادسية. لا لامي في سابعية. والله الزول ده مختلف مع الايمة الاربعة. مختلف معهم. ما عنده علاقة لا بي مالك. لا بي شافعي. لا بي ابو حنيف ولا بغيره. هرا يكشوني. ما عنده علاقة بيهم نهاية. ابو حنيفة كان بيكتب حجبات? كان بيكتب حجبات? كان بي البسطة حقية خضرة? آليمان مالك كان عنده سبحة? ما بيسؤال? بل. آليمان مالك عنده سبحة? ما بيسؤال بطرح نفسه. آليمان مالك كان طريقته شنو? كان طريقته مالكيا? يقول لك نحنا ما عارف في المذهب وفي الفغه شنوك ما عارف مالكيها وفي الطريقة شنوك كتا ما عارف مقسمة قال امام مالك كان طريقته شنوك? المالك اشعري? الامام مالك تايفو الغرنة الاول. المئة سنة الاولى. الاجع 최대 بعد كم سنة? الاجعر زاته الاشعري خلا عرايك شنوه? الامام الاشعر زاته خلاه. هذه كتاب اسمه الإبانة في اصور الديانة. وهو الامام الاشعري يعتقد ان الله شنو? في السماء. ربنا قال في القرآن. اتب تقول في القرآن سبح اسم ربك شنو? سبح اسم ربك شنو? الاية كتباء الوهابية? سبح اسم ربك الاعلى. دي معناه شنو? في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم شنو? من منه? من في السماء? ده منه. في السماء منه? الحديث ذالفه محمد عبداللهب في حديث انس رضي الله عنه. ان زين بنت جعش ام المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتخر تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لما تتلاقى مع النساء النبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين كان بتتفخر تتكلم معاهم. تقول لهم اتوا زوجوكم اهلكم. الكانوا في العقد يعني. الكانوا في الولي. قال زوجكنا اهالي كنا وزوجني الله من فوق السبع. شنو? سبع منو? سبع سماوات. دي ام المؤمنين. قالت الله فوق سبع سماوات. كافرة? ام المؤمنين دي كافرة? تعال قول ام المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كافرة. عشان تبقى مع الشيعة تكبه كافر طوالي. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث. صاحبة المرأة المجادلة. استوقفت عمر. وقفت عمر رضي الله عنه. وقفته. قال فسمع كلامها. لانه كان الحاكم. ودنا منها وسمع كلامها. قال فرجع الى القوم الذين كانوا معه. القوم كان معه رجع عليهم. قالوا له يا عمر استوقفت الرجالات قريش او كما قالوا. قال اتوقف رجال الدولة عشان المرأة العجوز دي. استوقفت الرجالات قريش على هذه المرأة العجوز. عمر رضي الله عنه قال له شنو? قال لويحك. دي كلمة بتاع الزجل. قال لويحك. او لا تدري من هذي. ات معارف دبنه. قال له هذي مرأة سمع الله شكواها من فوق السبع. شنو? سبع شنو? ده عمر الخطاب. عمر الخطاب الفاروق. جبار الجاهلية عملاق الاسلام. رضي الله عنه. عمر الفاروق. الشيطان بالعقف الشعر بال. قال الله فوق سبع سماوات. ها رايك شون? انت لما تجد نادي الله. بتعمل كده ولا بترفع الدينك فوق? بترفع الدينك فوق ليه? اسأل ابوك الشيخ بيرفع الدينه فوق ليه? معنى مجسم. كافر معنى. معنى كده? انت بليد ولا شنو? والله انا اجيب لك مية دليل على العلو. مية دليل. على ان الله فوق سبع سماوات. ما يقول شوك ساكن. في حديث في صحيح مسلم. حديث معاوية ابن الحكم السلمي. الجاري التي ضربها سيدها. ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام. حكى له القصة. قال فنادى الجارية. نادى الجارية. الجارية نادى. قال ليه اين الله? طبعا الحديثة ما بيعجيبها جماعة دي كله كله. لانه اي زول يا اخوانا دينه يكون قائم عند البدع دايما بتلقى بعزل. الآيات اللي بتنفع معاو بيجيبها. الآيات اللي ما بتنفعها ما ما بيجيبها. دايما كده. الاحديث اللي بتشتغل ضده بالبدع. والاحديث اللي بتمشي معاو حسب فهمه. حسب هو ما ما يظن من بلاته بيجيبها لك. وده كلام باطل. اما اهل السنة والجماعة اي حديث في الصيحين في كتب السنة ده احنا بيشتغل معنا. اي ايه في القرآن ده من الف لا ميم لغاية الناس دي اولا شغالة معنا. لكن في ايات في القرآن الجماعة دين ما بتنفع معهم. كلوا يقولوا ما انا نفع معهم نهاي. قال ليه اين الله? قال لا من انا? قال ليه انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو اعتقها فانها مؤمنة. لازم الحديث انه ما بيقول الله سبحانه وتعالى له العلوى المطلق فوق سبعة سماوات. الما بيقول الله فوق سبعة سماوات. ده ما مؤمن. ده كافر. اريد فكاذ? وده موضوع طويل جدا جدا. فده من عقيلة اهل السنة والجماعة ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. وهو السميع والبصير. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه. جل جلاله. ده من معتغض شنو? اهل السنة والجماعة. وختام الكلام. ختام كلامي. نحذر جميع المسلمين. اي قد ظل بيسمع كلامي ده? انت ربنا سبحانه وتعالى ما امرك تخش اليك في جماعة. خلي بالك معي. لا تبقى انصار سنة. ولا تبقى غير انصار سنة. تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بوديك جدا ما بوديك. طريقه ده بوديك. طريق النبي عليه الصلاة والسلام بوديك ولا ما بوديك. طريق النبي ودى ناس في الجنة الناس. الصحابة ديال في الجنة قاعدين. ربنا قالوا وان هذا صراطي مستقيم. فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل. السبل يعني الطرق. اياك تخش اليك في طريقة. وياك تخش اليك في جماعة. انت مامور باتباع الكتاب والسنة. وما مامور بالدخول في جماعة. ولا الدخول في حزب. لان الدخول في الجماعات والاحزاب والطواف والفرق ده ما بجوز. القاعدة الان في الساحة دي كلها قائمة على الباطل. ليس لا علاقة بالكتاب والسنة. فارغوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اتربنا امرك باتباع الكتاب والسنة. ايزا وسالك? تابع لوين? قل له تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. تاني في حاجة? ما بقدر تكلم معك تاني. تابع لوين? انت عنصى رسولنا? قل لا لا لا. انا تابع للرسول طوالي. هناك قدام. انت وهابي? قل لما وهابي. تابع للكتاب. الوهاب هو الله. لكن انا تابع لمنه. للنبي عليه الصلاة والسلام. لما روى مالك في موطئه. الامان مالك. انت مش مالكي? الامان مالك في الموطئ. والترمزه في سننه. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما. لم تضلوا بعدي. كلام واضح. قال لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. تاني في حاجة? ما في حاجة تاني. كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب وسنة. على فهم منه? على فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونسر الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وان يسقين النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة لا نظمه بعدها ذلك وصل اللهم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه معين والسلام عليكم ورحمة الله ونفتح الفرصة إن شاء الله تبارك وتعالى لأخونا وشيخنا وأستاذ شهاب عواط